استقبل معالي الشيخ نهيان بن مباركان نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس كل من سعادة ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطة لدى الدولة وسعادة أمينة شابنة سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة وسعادة ماري ناجيكا أوبومبو سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة وتم خلال اللقاء بحثوا علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتبادل معاليه مع سفراء الدول الصديقة وجهة النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعوبهم وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات بقيادة صاحب الصمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله حريصة على مد جسور التعاون وتوثيق روابط الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة انطلاقا من قيمها الراسخة في التسامح والسلام والتعايش والتضامن الإنساني بما يعزز الاستقرار والازدهار العالمي